عملية نوعية للجيش الأمريكي تصفر عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بحسب وسائل إعلام أمريكية العملية بحسب مصادر إعلامية تمت في بلدة باريشا في محافظة إدلب السورية ونفذتها قوات أمريكية خاصة بعد أن طلقت معلومات استغباراتية حددت موقع البغدادي مسؤول عسكري أمريكي أكد أن البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهروب وأن تأكيد مقتله مرهون بالانتهاء من تحليل الحمض النووي مضيفا أن زوجته قتلت خلال العملية العسكرية من جانبه ذكر التلوزيون الرسمي العراقي أن وكالات الاستغبارات العراقية ساهمت في تحديد موقع زعيم داعش وأنها طلقت تأكيدات من مصادر في سوريا بمقتل البغدادي وحارسه الشخصية وصار الرئيس الأمريكي دونالد تروم في تغريدة له بالتأكيد أن شيئا كبيرا للغاية قد حدث وأعلن البيت الأبيض أن ترومب سيدل بإعلان مهم للغاية في وقت لاحق ورفض البنتاجون الإدلاء بأي تعليق بينما تداولت لقطاتهم مصورة قيل أنها للغارة التي استهدفت البغدادي إلا أنه لم يتسنى التأكد من صحتها